السلام عليكم يا حلوين اهلا فيكم بحلقة جديدة من هاتونس بودكاست حلقة اليوم شوي مختلفة بس موضوع اليوم حسيت انه كتير مهم وحس انه في حدا حابب يسمع هذا الكلام I know انه انا اللي بدي اسمع هذا الكلام كمان انا لاحظت انه اثر علي بكل قرارات حياتي وعم بلاحظوا انه عم بيأثر على قراراته كتير من الناس بحياتي كنا حسينا بشعور الخوف وهو بشكل عام يعتبر شعور سلبي لانه منحس حالنا اقل ومتوترين ومو عارفين شو نعمل بالعادة بيكون شعور الخوف موجود بالاوقات اللي منحس حالنا مش عباضنا بسبب تغيير معين عم بصير بأيامنا ممكن شعور الخوف من المستقبل الخوف من التغيير او حتى الخوف من الماضي كلنا منح لمنحق اشي بحياتنا شي مختلف نغير بشكلنا مثلا بحياتنا او شغلنا يمكن من جوه نفسنا نغير الناس اللي بحياتنا لانه فيه احساس جوهاتنا بيحكينا انه فيه شي احسن المكان اللي نحنا فيه هلا مو مناسب انه بالمرة وبس نفكر بالشي اللي بدنا ايام ونبلش نحلم احلام يقضي فيه شي بيوقفنا بيحكينا لأ مستحيل بيكفي احلام وحكي افلام وزا كنت من الناس اللي ما ردت ع هاي الفكرة وفعليا بلشت يشتغل على حالك وعلى اشي اللي بدك اياه وبس بتقربي وتبلش تحسي بتغيير بتوقفي في شي بيسحبك لورا في شي بيحكيلك لأ بكفي بتحسي حالك رجعتي لعادتك القديمة رجعتي حزينة عم تضيع وقتك عالتليفون او بتحضر كتير افلام او بتاكلي كتير بطريقة مش صح كل عادة غيرتيها وشفتي حياتك احسن بلاها بترجعي لها بسبب الخوف اعتقد كلنا جربناها شعور الخوف بيخسرنا تجارب جديدة ذكريات حلوة ممكن تصير الخوف بيخلينا نفكر كتير زيادة عن اللزوم عن اللزوم ونحط مليون احتمال ولا مليون طريقة ممكن تخرب التجربة الجديدة عشان هيك ما في كتير ناس بين قسين بتزبط معها بسبب الخوف التغيير فعليا مرعب التغيير يعني اترك كل اشي وراي عرفته وتعلمته لسنين عشان اتعود على اشي جديد الفكرة بتخوف جسمنا بيحاول يساعدنا من احنا وصغار عائلنا وجسمنا عم بتعود على اشيان جديدة كل عاتنا كنا نزحف على الارض وبس اهلينا علمونا نمشي كنا واعنا باول مرة وكنا كنا الرج نحنا وصغار ونحنا عم نمشي عبال متعودنا نمشي واهلينا مسكين ايدانا بس بلشوا يتركونا كنا نوقع لانو متعودين على نمط معين انو ايدهم بايدنا وقديشوا اعنا او صرنا نعيط عشان تركوا ايدانا بس مع التكرار عرفنا نمشي جسمنا وعائلنا فهم انو ما بيخوف نمشي لحالنا ومنقدر نمشي عبال ما صرنا نمشي لحالنا كتير اشي غريب انو بالنسبة لي انو انا مثلا عم بمشي كل يوم وانا مو خاطر ببالي اني انا كنت انا مو صغيرة خايفة اني واقفة رجلي وامشي هذا اللي بيصير معانا بس نطبق التغيير بحياتنا بهاي الحلقة حبيت احكي لك انك مش لحالك كلنا منمر بهاي المرحلة بكل فترة بحياتنا جسمنا بيمر فيها مع تقدم الوقت فعليا ما في اي شي بيضلع حاله وهاي الفكرة لحالها مرعبة بس تذكري لما ان اهلك تركوا ايدك عشان تمشي لحالك الله ما تركها وما رح يتركها طول ما نحنا معه كنت كتير عم بفكر بهالموضوع اخر فترة لانو انا شخصيا عم بمر بنفس الشي التغيير بده شجاعة مرات نحنا منقرر نتغير ونغير حياتنا والاشي اللي بيخوف ومرات الله بيحطنا بمواقف صعبة كتير بتجبر التغيير على حياتنا والاشي كمان كتير بيخوف بس لا يكلف الله نفسا الا وساعه صح الشجاعة لا يعني انو نعمل الشي بدون خوف الشجاعة هي القرار انو في اشي اهم من الخوف نفسه الخوف مش دايما سيء من تجربتي كل مرة كنت خايفة فيها من شي بس اعمله وجسمي يفهم انو ما في شي بخوف بصير حس حالي اني اقوى فعليا بصير اقوى كل شي تعودت عليه هلا بلشت فيه وانا خايفة انو نطلع من منطقة الراحة اشي جديد وغريب علينا غريب عدماغنا بس بعد ما نجربه بيبطل يخوف الخوف زي بو صلح بتفرجيكي اذا هالشي جديد عليكي او لا اذا بعمرك ركبتي حصان بدي تفكري باول مرة ركبتي فيها او نحكي اول مرة رحتي فيها على الملاهي وركبتي هاي اللعب اللي بتخوف اوكا لانه اول مرة اشي كتير بيخوف لانه جديد ما بنعرف كيف نتعامل معه ما بارشو رح يصير معي لا يعني انو نحنا اقل او انو الخوف اشي عب هو اشي جديد بس حكي لي شو شعورك بعد ما لعبتي اللعب اللي بتخوف اللي هلا كل ما تروحي يمكن على الملاهي بتحبي تلعبيها او بعد ما جاوبتي صاحبتك اللي دايما بتقلل من احترامها الك واخيرا جاوبتيها وقطعتي علاقتك معاها مع انو كتير بيخوف او لما انقررت تلبسي الهجاب مع انك خايفة انو ما تحبي حالك فيه خايفة من نظرة الناس للك يمكن او لما انقررت انك تتغيري وتاختي كل القرارات اللي لصالح حالك لقدام كيف الشعور الجواب اكيد حس انك alive عايشة حس انك قوة حس انك قادرة تاختي الخطوة الكبيرة التانية فعليا لا يكلف الله نفسا الا وسعاها الخوف نذكر بالقرآن النبي موسى عليه السلام بعد ما الله حكا له يروح انفرعون عشان يواجه ويدعوه لعبادة الله النبي موسى كان خايف هو واخوه هارون والنبي هارون قال لا تخافة انني معكما اسمع وارأ الله هيك جاوب يعني اذا فكرنا فيها الله حكا لا تخاف خلص لا تخافوا انه هو معهم بسمع وشايف فعليا هاي الآية قوتني كتير يعني اذا سبب قوتي بالدنيا اذا اي اشي ممكن يعتبر اني عملته النقوية فيه هاي الآية هي لانه اذا الله سامع وشايف رح ينقذني من اي اشي صاير اذا دعيته يا ربي ساعدني رح يسمع واذا ما قدرت احكي وهو شايف اني انظلمت مثلا او اني رح يصير فيه اشي رح يأزيني رح ينقذني الخوف لابد منه هو اشي اكيد بس ما رح يكون فيه شجاعة بدون خوف وما فيه نجاح بدون فشل الله معنا بكل خطوة انا قررت اني امشي الخطوة اللي خايفة امشيها ويكون عندي شجاعة اللي بكتسبها من الله باني بتذكر انه معي شايفوا سامع وعارفوا ومآمنة انك رح تقدري تعملي نفس الشي غيرنا كتير ناس عملوها ليش مش نحنا كمان اذا حبيتوا تشاركوني باكتر شي كنتي خايفة تعملي وعملتيه وغيرلك حياتك رح احب اشوف تعليقاتكم واذا عندك اي شي حاب تشاركي ممكن يساعد بانه نتخطى الخوف ويعطينا شجاعة شاركي بالكومنس اذا حبيتي هذا الفيديو ممكن تحبي هذا اللي بيحكي فيه عن حب الذات اللي كتير بيساعد بتغطي الخوف انا كتير مبسوطة اني جزء من رحلة التغيير تعتك ضلك مآمنة بالله وبحالك ورح اشوفك عن قريب بالحلقة الجاي مع السلامة